مرحبا بكم تتابعيه الاعزاء مرحبا بكم فيديوه جديد ووصفه جديده اليوم ان شاء الله سنقدم لكم رحلة وشبكية بطريقه ديالي وكيفما كابل لكم كتجي واحد لحلوه اللي رطبه ومجاهبه كتجي ناجحه تابعوا معي المراحيل وطريقه ديال التحضير وإلا كنت اول مرة تشاهدوا القناة مما تبخلوش عليا اشتركوا في القناة ديالي وفعلوا زر الجرس هكذا غدي وصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفه ديالي اول حاجه هنية كنحتاجوها كنحتاجو الدقيق الناعم ولا دقيق الفورس تقريبا غدي نحتاجو واحدة جوج كيلو ونصف ديال الدقيق ممكن انتم تقسموا المقادير اللي كنتو بغيين كيميا قليلة غدي نحتاجو هنية جوج معالق ديال النافع اللي غدي يكون مطحون غدي نطحنو المكوينة ديالنا مزيان غدي نحتاجو واحد نصف ملعقة صغيرة ديال ديال القوزة واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الهيل انا نطحنتهم مع بعضياتهم هنية غدي نحتاجو واحد ملعقة كبيرة ديال القرفة غدي نحتاجو جوج معالق كبار ديال حبة حلاوة اللي غدي يكون مطحونه هنية عندي تلتمية وعشرين جرام ديال اللوز اللي غدي يكون مطحون ناعم مزيان غدي نحتاجو تلتمية وعشرين جرام ديال الجنجلال المكوينة ديالنا ضروري ومؤكد انهم غدي يكون مطحوني مزيان باش مني كنكونو كنقطعو الحلوة ديالنا مدبقاش كتا كتا توقف لنا الجرارة ديالنا من بعد غدي نضيف واحد القبصة ديال الملح وغدي نحرك النواشيف مع بعضياتهم حتى غدي ندامجو مزيان باش من بعد غدي يجيوني ساهلين في العجينة من بعد مجمعنا النواشيف ديالنا غدي نحتاجو سبعمية وخمسين ملي لتر ديال الزيت اللي هنه يسخدمت زيت الزيتون ممكنتو مديرو الزيت النباتي ولا تخلطو الزيت النباتي مع زيت الزيتون غدي نبسو العجين ديالنا وغدي ندخلو دك الزيت مزيان في دك التاقيق وغدي نحتاجو واحد الملعقة ما تكونش عامرة ديال الخل لان هالخل كي يعطينا الهاشاشة اللي حلوة ديالنا ومن الاحسن انه قوم ما تكتروهاش غدي نحتاجو هنا بالنسبة للماء غدي نحتاجو ميتين وخمسين ميلي لتر ديال الماء اللي مخلط مع الزعفران شعره وزعفران ضامة ممكن تدير واحد فيهم وغدي نحتاجو خمس ميات ميلي لتر ديال الماء الزهر هو باش غدي نجمعو العجين ديالنا كامل غدي نقوك نضيفو الماء شوية بشوية ممكن لما كانش كاعج بكم مزهرت يرماء الورد غدي نخلطو الكيميه كامل اللي عندنا ديال الماء الزهر كتجينا العجين شوية قاسحه وخبنت لكم قاسحه را كتكون هي هاديك غدي نحاولو نخلطو العجين ديالنا بزيان وغدي نحاولو ندلكوها غادي ندلكو العجين ديالنا مزيان غادي نحاولو ندلكوها من بعد غادي نديرو كورات بهذا الشكل غادي نغتيهم باحد البلاستيك غدائي هذا هو الحجم ديال الكورة اللي غادي نديرو من بعد ما مدرنا الكورة ديالنا وخليناو محت شوية يرتاحو غادي نحاولو نقولوك نسرحو بالدلاك من بعد ما غادي نسرحها كيف ما كيبال لكم غادي نطوعوها على شكل مسيمنا هاكدا باش يجيب لكم الحلوة ديالكم مجعبة من الداخل وغادي نحطو هاد المربع غادي يرتاح من بعد غادي نرجعو ليه غادي نكملو بنفس الطريقة حتى غادي نكملوك على الكيمية اللي عندنا ديال الكورات غادي نسرحو العجين ديالنا بنفس الطريقة غادي نسرحو العجين ديالنا مسيان غادي اللي يروح لاشكل مسيمنا ولا مربع بها الطريقة وغادي نخلو ذاك المربع باش يرتاح هكدا من غادي نكونوك نسرحو كيجينا ساهل من بعد ما رتحت لنا العجينة كيف ما كيبال لكم كتجي مهوية من الداخل غادي نسرحو بالدلاك حتى غادي تكون واحد العجينة اللي رقيقة كيف مكت لكم قبيلة ضروري ومؤكد ان المواد ديالكم اللي مقدر اللي درتو غادي يكونوا مطحونين مزيان هكدا باش ما غاديش بقى كتقطع لكم العجينة وكيف مكت لكم قبيلة ما تنسوش هاد هاد التقنيات باش مكس حتى العجينة ديالكم كتجيكم العجينة ديالها الحلوة ولا الحلوة ديالكم كتجيكم هشي شورطبة من الداخل من بعد ما سرحنا العجين كيف ما كيبال لكم هنا يا كي تكون العجينة رقيقة غادي نحاولو نقطع دوك الجوانب وغادي نقطعو الحلوة ديالنا مربعات وكل مربع غادي نحاولو نديرو على حجم الحلوة اللي بغينا واش بغيناها كبيرة ولا صغيرة من بعد غادي نقطعو استادي الشرائح وغادي نقطعو المربع ديالنا غادي نحطو جوش شرائح فوق جوش فوق جوش من بعد كنقلبو الحلوة ديالنا وكنقلبو الاطراف ديال الجانب وكنحلو الحلوة ديالنا بها الطريقة كيف ما كيبال لكم كانت طريقة مبسطة وسهلة خصا الناس اللي ما كيعرفوش تشباك هادي اياه ابسط طريقة باش نشبكو الحلوة ديالنا وبنفس الطريقة غادي نكملو كنديرو استادي الشرائح جوش فوق جوش فوق جوش كنلقيو لهم الجوانب وكنحلو الحلوة ديالنا بها الطريقة وبنفس الطريقة المقاطع فشبك الحلوى ديالها وبالنسبة للك الاطراف اللي كيبقوا لنا من بعد مما كان قطعوا الحلوى غادي ناخدوا واحد المربع من دوك المربعات اللي درنا من قبل غادي نحاولو نوضعو علوم دوك الشرائح اللي قطعنا بلا منعجنوا العجين ديالنا هكذا غادي تجينا سهلة غادي ندرهم الوص من بعد مما غادي نصرحوا العجينة غادي تصرحوا عندنا وهكذا غادي نكونوا استفدنا من الوقت وما ضيعناش وفي نفس الوقت ما كتعدبناش من بعد العجينة ديال الحلوى كيف ما كيبقى لكم كان قطعوا مربع اه كنديرو استاديا الاشريطة ومن بعد كان نحلو العجينة ديالنا بنفس الطريقة حتى غادي نكملو قاعد الكيميا اللي عندنا من بعد غادي ناخدوا واحدة القاملة غادي ندروا فيها واحدة زيت اللي غادي يكون غازير من الاحسن انكم تكتلوا الزيت هكذا باش يجيكم الحلوى ديالكم مقرمشة وطيبة من الداخل غادي نخليو الزيت ديالنا حتى غادي تسخن مزيان غادي نحطوا الحلوى ديالنا غيرها منيك نحطوها كتاخد ديكت قرميلة ديال الفق كننقصو شوية لدرجة الحرارة هكذا باش طيب لنا من الداخل وبنفس الطريقة كنبقو كنتحكمو حنايا بالزيت ديالنا منيك نشوفها سخنت بزاف كنعودو ننقصو درجة الحرارة منيك تبلينا راه بردات كنعودو نزيدو شوية الحلوى ديالكم كتبغي الخاطر صراحة من بعد مما غادي نقلو الكمية ديال الحلوى ديالنا غادي نعسلوها بالزيت غادي نخلي واحدة غادي تشرب مزيان بحل مني كنحيدو واحدة طيبة كنديروها في العسل كنخلي واحدة تكطب الطيبة الثانية من بعد مما غادي نحيدوها من العسل غادي راشراب شوية ديالجنجلان ولا شوية دياللوس وهدي الحلوى ديالنا من بعد مما وجدنا كيفما كيبلكم هدا والشكل ديالها كنتمنى تكون عجباتكم وغي جربة ان شاء الله ما غاديش تندمو عليها كتجي واحد الحلوى اللي شيشة وبنينا يلا كنت اول مرة كتشاهدو القناة ما تبخلوش عليا وديرو جيم وديرو ابوني وما تنسوش تفعلو زيل الجرس هكدا غادي وصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي وزيل الاشتراك والزير الاحمر للتحت انا غادي نحل معاكم واحد الحلوى باش غادي تشوفوها من الداخل كيفما كيبلكم كتجي رطبة وهشيشة وكتكون شربة من الداخل العسل كتجي مورقة وكيفما كتلكم قبيلة الى قصحت العاجين ديالكم كتجيكم الحلوى ديالكم الشيشة وإلى اه درتوها شوية جريتو العجينة ديالكم كتجيكم الحلوى ديالكم قصحة وصلت معكم نهاية الفيديوهز اتمنى نبقاكم باخير والاخير بفيديوهات مقبيلة وبساوي الصفاخر ان شاء الله